هناك مؤشرات بتشير أنه في زيادة في عدد الأشخاص اللي عندهم نقص في مخزون الحديد اليوم رح نتعرف على مخزون الحديد كيف يتكون وأيضاً شو ممكن تكون الأسباب اللي عم بتأدي لنقص في مخزون الحديد مع ضيفنا الدكتور نايف العبداللات استشاري الأمراض الداخلية في الجامعة الأردنية صباح الخير دكتور نايف صباح الخير أهلاً وسهلاً وشكراً لوجودك معنا اليوم للموضوع اللي هام جداً قبل ما نحكي نحن على انتشار أو ازدياد نسبة نقص الحديد بالأردن نحكي شو ممكن تكون أسباب نقص مخزون الحديد يعني بدايةً بشكر القناة الرائعة اللي دائماً يعني بتسلط وضوء على نقاط حساسي في حياة الناس بالمجتمع الأردني وهذه أنا باعتقادي بالظرف الحالي نقطة مهمة كثير أنه يعني دور نقاش حواليها حتى نوصل يعني لحل لأنه الأمور للمستقبل القريب والبعيد إذا بقيت هكذا يعني باعتقادي راح تشكل مشكلة مجتمعية واقتصادية أيضاً نعم مخزون الحديد نعرف أنه إحنا من الأسباب الرئيسية لفقر الدم هي نقص الحديد نعم يعني إذا ما فيش أسباب أخرى وفي نقص حديد بنعتبر أنه فقر الدم هو سببه نقص الحديد هلأ كمان هذا المخزون يعني ممكن ما يكون فيه له مصدر كافي يعني الناس مش كلها عندها القدرة إنها تكون دائماً تاكل لحمة واللحوم هي اللحوم الحمراء خاصة هي من المصادر الرئيسية للحصول على الحديد كمان ممكن نفكر بأسباب إنه ممكن يكون فيه نزيف معين بجسم البني آدم يعني منفكر بتقرحات بالمعدة تقرحات بالأمعاء ممكن يكون عند النساء مثلاً نزيف رحمي أو يكون فيه حالة ولادة يعني بتضطر تحتاج لكمية أكبر من الحديد كمان منفكر بالناس اللي بتبرعوا كثير أو بشكل متكرر بالدم يعني كمان هذول بصير عندهم نقص الإشي اللي أنا بدي أركز عليه كمان إنه بالقاون الأخير آخر 15 سنة 20 سنة بالمجتمع الأردني كمان مسألة ربط المعدة قص المعدة تغيير مسار المعدة فهذا كمان أثر على طبيعة امتصاص مخزون أو الحديد وبأدي إلى نقص في المخزون يعني إحنا إذا بنحكي عن أمراض كمان بنحكي عن الكلة والقلب يعني أمراض القلب وأمراض الكلة والناس اللي تغسل الكلة هذول كمان مؤهلين إنه يصير في عندهم نقص في مخزون الحديد هلأ إحنا لما منحكي عن أسباب مرضية يعني عديت مجموعة منهم يعني في أسباب أخرى لكن الشائعة هي اللي أنا ركزت عليها المسألة الرئيسية اللي منفكر فيها الآن أنه امتصاص الحديد غير كافي هذه بجوز مسألة يعني يجب التوقف عندها والبحث في أسبابها لأنه إحنا عم نحكي عن مجتمع ومجتمعات شبابية ذكور وإناث عم بيفحصوا مخزون الحديد وأنا بقول لك من إحصائيات اللي أنا موجودة عندي أكثر من 90% من الناس اللي بتفحص مخزون الحديد بيطلع فيه نقص 90% يعني وهذا رقم أكثر من 90% نعم أنا يعني لما بعمل حوالي 500 فحص مخبري لفئة عمرية شبابية وبكون المخزون يعني ناقص بهذه الطريقة يعني في مسألة مؤرقة طبعا وبعدين دكتور حضرتك تفضلت أنه أخدتوا مثلا لما لقيتوا زيادة النسبة عملتوا لهم تنظير تشوفوا إذا كان في مشاكل نزيف كلهم ما عندهم نزيف نعم تعاوننا مع يعني الزمالانة بالاختصاص ويعني تابعنا كثير من الحالات أنه اعتقدنا أنه ممكن يكون فيه تقرحات أو مصادر نزيف فنعمل عدد كبير منهم تنظير علوي وسفلي حتى نشوف يعني يمكن نكون فيه سبب مرضي بس لما ما كنا نلاقي يعني جز حالة من 100 حالة نلاقي أنه فيه سبب مرضي البقية بتظلها موضوع امتصاص الحديد شو ممكن تكون الأسباب يعني لما عم نحكي نحن فئات عمرية شابة تسعين بالمئة منهم بشكوا عندهم نقص حديد شو ممكن تكون الأسباب يعني فيه شي عامل لكل مشترك فيه طيب هلأ احنا بجز الأشياء التقليدية اللي منعرفها إذا بتغرأ في أستاذي رندا يعني بالمجتمع فيه ثقافة أنه مثلا شرب الشاي بضعف امتصاص الحديد مثلا مضبوطة بس فيه أسباب أهم منها مثلا هلأ فيه شي يعني أساسي أنه مثلا تناول بعض الأطعمة مع اللحوم يعني بفقد امتصاص مادة الحديد يعني مثلا الألبان لا يحبذ الألبان كونها بتحتوي على الكاسيوم والكالسيوم سبب بمنع امتصاص الحديد يعني يحبذ أنه اللي عنده وجبة فيها بروتينات بروتينات من اللحوم حمراء مثلا بلاش يأكل مثلا محى ألبان بنفس الوقت هلأ الشاي معروف كمان هلأ في بعض الأدوية كمان ممكن تكون بتأدي وللأسف أنه بالآون الأخيرة وآخر 15 سنة بدأ أقول مثبتات إنزيمات المعدة اللي هي منسميها بروتون بومب انهيبيتر هذه مثلا استخدامها المفرط يعني كل واحد هات لك حبة كذا مثلا للحمودة اللي بيحبوها للحمودة ولا الحرقة لو وجع المعدة إلى آخر هلها اللي بيأخذها عنده اللجوم للسبق يعني أخف مشكلة لكن للأسف الناس اللي عندهم أمراض مزمنة الأطباء بوصفوا يعني زملاء الأطباء بوصفوا لهم أدوية حماية للمعدة من الأدوية اللي بيعطوهم إياها فبالتالي هذه برضو بتمنع امتصاص الحديد والوجبات السريعة أكيد الوجبات السريعة هاي حدث ولا حرج يعني خاصة أنها أغلبها يعني تطبخ بالزيوت المهدرجة وانتي تعرفي شو مشكلة يعني عالميا نعم بنحكي عن زيوت المهدرجة واللحمة بحد ذاتها هي مش لحمة اللحمة هذه أنا بتقديري ورأيي شخصي وهذا رأيي شخصي إن هذه لحوم ميتة اللي بخاصة يعني معروف المصنعة منها وأغلبها مصنعة أكثر دكتور إحنا هنا لازم نحكي عن إبر الحديد هل تنصح فيها؟ هلأ في حال وجود نقص شديد طبعا أنا بنصح فيها لكن إلى متى؟ يعني هذا السؤال اللي أنت يعني بقدم سؤال على سؤال أعطينا إبر حديد وصفناها طبيا وراقبناها وعطيناها حسب الأصول إلى الأخير كم بدنا نظل نعطي المريضنا حديد؟ يعني هو أخذ إبر حديد بعد فترة إذا انقطع عن الحديد رح يرجع ينزل بدنا نعطي حديد طيب أنا لما بتعامل مع فئة عمرية مثلا شبابية قديش بدي أقوله يظل أخذ الحديد طول حياتك؟ لا لازم يزبطني طعم الغذائي لازم هلأ أنا بعطيه نصح وإرشادات منين يحصل على المصادر الطبيعية للحديد يعني أنا بقوله كل لحوم حمراء كل أسماك كل بروتينات نباتية مثلا مثل البقوليات العدس الورقيات السبانخ الأشياء اللي هي زي هيك استعين بأخصاء تغذية يورجيك شو النقص اللي عندك من مين ممكن تعوضه تغير من سلوكاتك الغذائية تشوف وين الخلل اللي بينزلك مخزون الحديد وبصير فيه امتصاص يعني خنقول صعب شوية أنك تحاول يعني يعني العودة للطبيعة شيء مهم كثير بهذا المجال لكن أنا برجع بقول يعني موضوع نقص الحديد يجب يعني وأنا من خلال من بركه إذا تكرمتي يعني بحب أوجه رسالة أنه لازم يكون فيه فريق وطني يبحث فيه هذا المجال يعني لما ما يكون فيه أسباب مرضية لنقص الحديد ما فيه فتشنا ما فيش أمراض كلا ما فيش أمراض قلب ما فيش أورام ما فيش أمراض منعية ما فيش مصادر نزيف ما فيش ما فيش ما فيش وبالنهاية فيه خلل بمعناة الموضوع موضوع امتصاص صح هلأ هذا الفريق يعني ممكن أنه من وزارة صحة من الجامعات والخدمات الطبية على الأقل يشوفوا هالحالات اللي ممكن يعني نلاقي سبب لأنه الناس بتتسأل بالنهاية بعد ما يأخذ الكورس الأول كورس ثاني دكتور قديش بدأ ضلنا أخذ الحديد؟ بدأ ضلنا أخذ الحديد طول حياتي؟ هذا السؤال طيب هلأ أنواع الحديد مختلفة كذا إلى آخر هذا موضوع تاني؟ نعم بس أنه أنا بدي أوصل لنتيجة أني أنا أحل مشكلة مؤرقة للمجتمع الأردني وللقطاع الصحي بشكل خاص نعم وأثارها الاجتماعية والاقتصادية بأن واحد يعني أنت لما بتحكي عن مثلا واحد بيأخذ إبرة حديد بدخل دي كيس بتكلف على الهار 86 دينار غير إبرة الحديد غير هذا بتشوفي طب أربع مرات بدي يدخل بعدها بدي عمل الفحوصات بعد كل مرة بدي عمل الفحوصات أيضا مقابلات قادمة شكرا لوجودك معنا الدكتور نايف الأطولات العفو لافو استشاري الأمراض البطنية في الجامعة الأردنية شكرا لكم